لم يعد يخلو شارع أو منطقة في قطاع غزة من مشاهد وضجيج المولدات الكهربائية والتي تعمل على سد احتياجات الغزيين من الكهرباء فهي ليست مجانية توفرها الحكومة أو المؤسسة الدولية ولكنها مشاريع استثمارية خاصة استثمر أصحابها بحوائج ومعاناة المواطنين فالواحد كيلو واط من الكهرباء ثمنه دولار أمريكي أي ما يعادل سبعة أضعاف ثمن الكهرباء الحكومية حينما كانت متوفرة وهو ما أثار استياء المواطنين ولكنهم مرغمون لا راغبين في ذلك لا يوجد أي رقابة على هؤلاء إنهم يعملون كتجارة وانتشرت في قطاع غزة كل منطقة يوجد بها ما يقارب من ثلاث إلى أربع مواتير فيما لم يسلم أيضا من لجع إلى استخدام الطاقة الشمسية من الاستغلال والمتاجرة فأسعار الألواح الشمسية تصل إلى نحو ألفين وثلاثمائة دولار أمريكي إلا أن وزارة الاقتصاد أعلنت مؤخرا عن إعفاء جميع مستلزمات الطاقة الشمسية من الضرائب ولكن الغريبة في الأمر أنه بعد هذا القرار ارتفعت أسعار المستلزمات ذاتها إلى ألفين وستمائة دولار والسبب يبقى مجهولا في بعض التجار أخذوا هذه فرصة هذول اللي بتمنوا الغنى في الحرب دخلهم أجهزة صاروا يخبوها فالجهاز غلي الضعفين فهذه بحب أنوه إلها بس وهذه لازم تشتغل عليه الحكومة تجري وراء الناس اللي بتشتغل الشغل هذا أما وزارة الاقتصاد المسؤولة الأولى عن مراقبة تلك المشاريع فكان عذرها أقبح من ذنبها بالنسبة للمواطن بأنها تركز على مراقبة المواد الغذائية وليست لديها الإمكانية لمراقبة السلع والمشاريع الأخرى نحن نمر في أزمات كبيرة جدا لدرجة أننا لا نستطيع أن نقف لفترة محدودة على أرض صلبة لنقدر أن نطور من أنفسنا ونطور من عملنا بنصدم الآن في الكهرباء والمولدات والطاقة الشمسية بدنا ندخل لها الله يسطر إيش بيكون الشيء اللي بعده مختصون من جانبهم أكدوا أن مواطني قطاع غزة دفعوا ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار خلال عشر سنوات من أزمة الكهرباء لتوفير الطاقة البديلة وهو مبلغ كفيل ببناء خمس محطات لتوليد الكهرباء إذن خدمات الطاقة والكهرباء والماء وغيرها من ضرورية الحياة الإنسانية حق واجب على الحكومة أن توفرها ولكن بعد أن أعددنا هذا التقرير تبين أن هذه القاعدة من الشواذ في ظل الفائدة التي تعود على البعض من وراء أزمات غزة سيف لسويتي أوريانت نيوز غزة ترجمة نانسي قنقر